لأن المرحلة الراهنة تتطلب استثمار كل جهد وتوظيف كل حراك لإنقاذ العراق من مرحلة الانهيار جدد الميثاق الوطني العراقي عهده للشعب العراقي بمؤتمر ثاني قيم المرحلة السابقة ورصد تطورات الوضع الراهن ورسم خارطة التغيير المستقبلي انطلقت هذا اليوم فعاليات المؤتمر الثاني للميثاق الوطني العراقي الذي حمل عنوان الميثاق الوطني العراقي ومسؤوليات المرحلة في ظروف بالغة الحساسية والأهمية من تاريخ العراق حقيقة الذي يمر في منعطف خطير ومهم في تاريخه وينتظر مستقبلا آخر وتطورا حادثا ولذلك عكفت قوى الميثاق الوطني العراقي على التحرك الجاد من أجل إنقاذ العراق كلمات لأعضاء الميثاق الوطني فصلت في الحالة السياسية والأمنية للعراق وتناولت الحراك الشعبي المتواصل في سبيل إسقاط المنظومة الحاكمة وميليشياتها التي رفعت مستوى التوحش محاولة القضاء على الحراك كما تناولت كلمات الأعضاء أبعاد التغيير وثماره على المستويات السياسية والاجتماعية والأمنية البرنامج السياسي للميثاق الوطن العراقي واضح هو لم يضع سقفا زمنيا محددا في الوصول أو الوصول إلى أهدافه المتمثلة بتحرير العراق وتخليص شعبه من هذه العملية السياسية وممارسات أجلاتها الأمنية ومحاولات تفتيت وتدمير البنية المجتمعية العراق وهذه الخطوات أكيد تتطلب جهود كبيرة كان لابد أن يتغير أسلوب المقاومة ومناهضة العملية السياسية بطرق جديدة لأن المتغيرات التي حصلت في المنطقة تستوجب تغيرا في أسلوب المواجهة فكان واجب القوى الوطنية أن تواكب الأحداث والتطورات لمواجهة مشروع تدمير العراق وأن تعمل على مشروع يمكن من خلاله جمع المتفرقين والمناهضين للعملية السياسية للوقوف صفا واحدا أمام آلات القتل والدمار وبعد مداخلات الضيوف وتثمينهم لمسيرة الميثاق الوطني وتأكيدهم على دعم أي خطوة من شأنها دفع عجلة التغيير إلى الأمام تلي البيان الختامي البيان الختامي للمؤتمر الثاني للميثاق الوطني العراقي 20 من رجب 1442 هجرية الموافق يوم الإربعاء وركز البيان الختامي على عدة نقاط أهمها إسقاط المنظومة الحاكمة وبناء دولة العدالة والمواطنة مستقلة عن التدخلات الخارجية خالية من الميليشيات والمنظمات الإرهابية